موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بكم في حلقة جديدة من بوابة حوة بصوا بقى احنا النهاردة الحلقة هنعتذر مبدئيا ان احنا مش هنكمل موضوع الحسد النهاردة لان الشيخ محمد عبدالعظيم عنده ظروف فاعتذر بس النهاردة حبيت الحلقة بتاعتنا بقى نتكلم شوية في حوة يعني هكلمكم عن وصفة تخصيص الاول انا جربتها ونفعت معي ليش دعا بقى اذا كانت هي تنفع مع الدكاترة ولا لأ او هيتخنقوا معي فيها بس هي قريدي انا استخدمتها وفعلا تحفى جدا وبناكل عادي زي ما احنا عايزين بس مش بناكل بالليل ما بنفتريش قوي والنهاردة برضو هيبقى عندنا المسابقة اللي انا وعدتكم بيها اللي هيبقى فيه عرايس موجودين عندنا قريب جدا فراحهم او خطوبتهم ايان كان بقى المناسبة بازن الله بس هتبقى عروسة هيتعمل لها الفورمت الشعر وهيتعمل لها الميكوب فور فري النهاردة هم ان شاء الله هينزلوا اعتقد على الشاشة ارقام تلفونات التواصل فيه كمان معايا حاجة هاتطر اقولها كده في اخر الحلقة بس انا ما كنتش حابة ان البرنامج يتحول للموضوع ده بس انا هحاول امشيها بالطريقة اللي انا حباها ان احنا البوابة حوة بتاخد حوة باللي خصها يعني حوة ونصها التاني ما فيش بينهم مشاكل احنا عايزين نوصل ان الدنيا تبقى شبه بعضها ما يبقاش فينا حد جايع تاني او ما نتحولش ان احنا نبقى قادي بيحكم على الراجل اخطاءه مثلا ونبدل طول الوقت طول الوقت نسلخ في الراجل لا انا مش عايزة البرنامج يتحول لكده فالنهاردة بس هتبقى المشكلة شوية انا هيبقى الطرف الاخر او النص الاخر اللي هو الراجل هاجي عليه بس ده مش مبدأ البرنامج بتاعي خالص هي المشكلة اللي خلتني يعني اللي هتخليني اتكلم في الجزئية دي هو انا معي مشكلتين او تلاتة انا حب جدا 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 ان يبقى عندي حاجة وان ايشها مع بعض هجيب ده كاترة يتكلموا معنا او هجيب مدربين يعرفونا ازاي نتعامل في حياتنا الزوجية او مع اولادنا ان شاء الله كل اللي جاية هيبقى كده باذن الله احنا هنطلع فاصل علشان ندخل على طول في اول حاجة وهي الوصفة اللي انا هقول لكم عليها استخدمتها وكانت سر ان انا كده بعد فاصل اشتركوا في القناة احنا جينا تاني طبعا احنا شقل بنالهم الدنيا زمانهم بيدوا علي انا هقول لكم الوصفة عملي احنا مش معنا جنزبيل بس هي فيها جنزبيل مبدئين الوصفة دي من يوتيوبر امر اوي اسمها ابي ابي هي مصرية وعيشة في فرنسا او انجلترا يعني هي حد بينزل وصفات حيلة جدا احبت اقول لكم ان انا جربتها بدل الكيميكالز والحاجات اللي ده كاترت التخصيص غالبا بيدوا علينا فيها دلوقتي الوصفة هتبقى فيها بون توركي وهيبقى فيها ارفا وهيبقى فيها جنزبيل بس هو مش موجود وهيبقى فيها خل تفاح الصراحة ده خل عادي بس احنا نتعامل لانه خل تفاحي انت تتقبلوها كده الموضوع كله هيبقى معلقتين معلقتين خل ان شاء الله لما رجع مش يبقى فيه الفوزر اللي قدامي دي ولان انا فجئتهم وخدت ايه حاجات الشباب هنا والسينابون او الارفا ناخد معلقة حلوة كده محترمة عشان الارفا حلوة جدا اصلا احنا بنعمل الاول الخلطة دي بالمنتجات وبنحط فيها الجنزبيل كله بودر مطحون وبنحط فيها كمون تمام انا خدت الوصفة كده بنفس الطريقة بنفس التكنيك اللي انا همشي بيه دلوقتي هي قعد التقلب كده يعني اختصارا للوقت دي بقى بتعمل ايه؟ هي بتعملها في البوكس بتاع التلج اللي عندنا في التلاجات انتي بقى عايزة تحطيها في البوكس بتاع التلج عندك الحاجات الصغيرة البلاستيك دي حاجات الميكب اللي احنا بنحط فيها الاكسيسوريز بتاعتنا بنستخدمها عادي جدا تروح انتي عاملة كده لحد ما تبقى عجينة معاكي افضالي بقى زويدي كده زويدي لحد ما تبقى عجينة طيالي في حد بيضحك هنا يعفوش ان الحاجات دي اصلا ايه؟ احنا بنعملش غيرها في البيت فراغ الكاميرا دي اعمل كده ولا ايه؟ هي كده بعينة ولا اجي الناحية التانية؟ كده؟ اوكي شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ الشكل ده بقى احنا بناخده كده تمام؟ وبنحطه جوه العلبه او البوكس اللي انتي هتستخدميه وبتحطيها في الفريزر وتسيبيها تتجمد لما بتتجمد انتي بتستخدميها عادي جدا كأنها تشوكلت مكعب اي حاجة وابتخديها بمية عادي جدا مفيش اي حاجة هي بتنزل تتعامل مع نفسها جوه بتفتتلك الدنيا خالص انا استخدمتها ازاي؟ انا كنت باصحة من النوم اخدها اول من بقوم النوم من غير مشرب اي حاجة واخد معاها مية وبعد شوية عادي جدا مفيش اي مشاكل بس كنت شوية مخففة كمية الاكل عادي باكل العيش وباكل كل حاجة بس مش بالكمية الكبيرة اللي احنا بنتعامل بيها الوصفة دي بالظبط انا فيها خسيت اثنين كيلو في اسبوع مع مشروب تاني كنت باخده الجنزبيل والقرفة والكمون واللمون اللومي اللمون اللومي الاصمر اللي هو مش اللمون اللي بنعشره الاصفر اللمون اللومي صدقوني والله الوصفات دي حلوة جدا 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 انا استخدمتها وخسيت عليها ومرسوطة بيها جدا ومن غير اي كيميكالز خالص وهتفرق معاكو جدا 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 وكمان الابي اللي انا متابعها على اليوتيوب دي حاجة حلوة جدا ست امر كده بتدينا حاجات كتير جدا وصفات للبشرة وصفات للشعر وصفات للاماكن الغمقية يعني حاجات حلوة اوة في البرنامج بتاعنا انا النهاردة موسوطة اوي لان انا وقفت الحمد لله في التصوير عادي جدا وان شاء الله المرحلة جاية هبدأ بقى اعيش معاكم كإني في البيت لحد ما نوصل لمرحلة الترينج والكوتشيو وابقى طبيعية خالص عشان انا امليت من الوضع اللي احنا فيه ده فدي الحاجة اللي احنا استخدمناها هنبدأ بقى نتكلم عن المشكلة او البنت اللي بعتت المشكلة عندي على الصفحة بتاعتي انا مش هقول اسمها بس هي طلبت مني ان انا اتكلم لان هيبقى الزوج شايف لانها قالت له ان هي اشتاكت وكدا فانا هحكي المشكلة باختصار للبنوتة او السيدة يا ربنا يسطر والترابيسة ما توقعش فهقول لكم ايه هو اللي حصل بالزبط هم اتنين اتجاوزوا عن قصة حب البنوتة والولد كانوا مع بعض في الجامعة اتجاوزوا عن قصة حب هي كانت في مدينة او في قرية وهو في قرية تانية المهم ان هي ما عندهاش حد غير مامتها هو عايش مع اهله مالوش اي علاقة بالبرنامج انا بقولها تاني اهو او انا هتعامل في المشكلة دي هتبقى برايبت شوية ومالهاش اي علاقة بالبرنامج بتاعي ومش هو ده اللي انا عايزة اتبعه في اسلوبي في البرنامج المهم ان البنت دي جزهة فاجئها انه بيقولها انا مش عايز مامتك عندي في البيت او انا مش عايزة تيجي تزورني هو انا عارفة ان ولا الدين ولا الحياة ولا الاصول ولا التقاليد ولا اي حاجة في الدنيا تخلي ست تقول لراجل انا مش متقبلة مامتك او العكس او الراجل يقولها انا بشرح باني ده مرفوض من الراجل او الست فللاسف هو طلب ده بناء على رغبة والدته لانها مش بتحب الست مامتها وكده المهم البنت رفضت او الزوجة دي رفضت وقالت له لأ انا مش هقدر اقول لولدتي لأ طب خليني انا اروح ازورها في البيت هي ما عندهاش غيري وكده فهو برضو رفض ان هي تروح لها فهي بتقول لي انا لما قلت له اني اروح البيت لولدتي وازورها هو برضو قال لي لأ وان هو لو انا ما قلت لهاش يعني لو البنت دي ما قلت لهاش وما شرحت لهاش ما قلتش لمامتها ما تجيش عندي تاني يعني انا مفهول باني الست او احنا نقول لأهلينا ما تجوش عندنا تاني فان هو الزوجة اللي هيقول لها بنفسه فهي رفضت المهم الست روحت رغم انها بتيجي ومتعرف عندنا ان الامهات بيزورونا اهلينا بهداياهم وكده اه الام رفضت البنت رفضت وروحت بتقول انها جت بعديها بيومين هي رفضت تنزل لولدته او تنزل كالعاده زي ما بتخدم والدته او بتبقى جنبها هي رفضت تعمل ده خلص هي مشكورة وحقها على فكرة هو مش مطالب من اي زوجة تخدم حماتها الا لو هي بنت اصول محترمة ومتربية يعني هيو الدين مقلكيش ده بس الاصول والتربية والاحترام بتقول لك ده لو انت قادرة وقدرة تسعديها وقدرة تبقي كويسة معاها انت هتبقي مشكورة وهيتقال عليك بنت اصول مش قادرة خلاص بس بتدري المعاملة الكويسة وده انت مش هتتجازي عليه فالبنت رفضت فطلع زوجها قالت باللفز كده انا طلع قالي قلت له انا اسفة مش هخدم والدتك طالما انت رافض وجود امي معايا وخلاص الموضوع خلص على كده وكل واحد اتعامل عادي لحد الزيارة التانية لولدتها للأسف الشديد خد يعني خلاها جوه وقال لها اللي جاب الستي دي تاني فهي قيت له بالراحة لان امي جوه وان هي جاية عبانة انا اسفة طولت عليكم بس انا حبى ابين التفاصيل اللي حصلت فللأسف الزوج المحترم على صوته جدا وقال لها الست اللي عندي جوه دي تتفضل تطلع برا من بيتي حالا انا يعني انا كلمة زعلتني جدا هي اللي خلفتها وهي اللي تعبت فيها وانت جيت حبيت البنت اللي دي مامتها اللي انت دلوقتي رافض وجودها المفروض ان احنا لما بنحب بنحب الشخص باللي حواليه حتى لو اللي حواليه وحش احنا بنحبه بس عشانه فانا مش مستوعبه التفكير بتاعك انت اكيد حد محتاجي تعالج انت مش طبيعي يعني وحزينه جدا لللي حصل للام المهم ان الست سمعت صوت جوز بنتها وتعبت ووقعت وطلبت انها تمشي وفعلا مشيت فالبنت عملت التالي اللي هو فرحني جدا قالت له في ستين دهية انا همشي مع امي والبيت اللي مش هيشيه الامي انا مش عايزيه دلوقتي هي عندها مشكله جدا ان هي هي من جواها حباء ومامتها رافضة اللي حصل هي دلوقتي مشكلتها بتقول لي هو عايزني ان انا ارجع البيت تاني وبرضه من غير مامته وهو بيقول لها انه ما ينفعش يعصى والدته انا مش انا مش شيخه ومعلوماتي في الدين بس ومش هقدر اتكلم من ناحية الدين بس هتكلم عن المعلومات الصغيره اللي عندي هو اصلا الدين مش بيخليك تطوع الاهل في انك تعصي ربك تمام فاكيد اكيد الدين برضه مش هيسمح انك تهين لان في الطبيعي اني اني كسف اصلا حرام انك تكسف بني ادم فده حرام اصلا فانت بتجرح الام البديلة ليك او يعني الام التانية اللي انت المفروض واخد عندنا اسمها العرض انت الست اديتك كل حاجة اصلا مش فلوس ومش انت واخد بنت انت واخد قلبها انت واخد حتة منها انت انت واخدها هي فانت لو فعلا بتسمعني زي ما هي قالت انا اسفة جدا في اللي هقوله انت ليه جاوزت لما انت مش قادر تبقى مسؤول والله لولا لدانا وقفة قدام كاميرا وشاشة الكلام كانش يبقى كده خالص انت ليه متجاوز انت ليه قررت تعمل بيت انت ليه يعني ليه سحبت نفسك وعيشت دور الراجل اللي خلاص بلغ وبقى راجل بجد وقررت تطلعت الجاوز ليه دخلت بيوت الناس ليه كررت تعيش دور الراجل المحترم وتطلع الست دي في بيتها وتطلب منها بنتها اللي اكيد من غير معرف ايه اللي حصل لان كلنا بيحصل معنا الكلام ده ان العريس لما بيجي اول يوم بيبقى كل عايز بص يقدم ورد لكل فرد في البيت حتى لو هتقدم للأساس بتاع البيت نفس وردة هتعمل ده فانت لما انت عارف ان انت مش هتكمل في دور الرجولة للاخر ليه عملت كده طيب انت شايف ان انت عايزة ترجعي او ان هو ده لا اقول له لا مش هرجع مش هرجع غلما انت تبقى راجل معي ومع والدتي والله العظيم انا بقررها تاني انا عمري عمري ما كنت هبقى ابدا سبب في يوم ان اقول لحد سيبي جوزك او امشي من البيت لا 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 انا مش ده برنامج ومش ده اللي انا عايزاه ومش ده اللي انا حباء خالص بس فعلا انتو لو شايفين ان انا غلط في المشكلة دي انا متقبلة انتقاضاتكو بس والله انا من وجهة نظر الشخصية مش هقول بقى ان الناس موافقاني او لا انتو هتقولولي ده بعدين بس فعلا لو انا غلط قولولي انا شايفة انها لا ما ترجعيش انت مونتك اطردت من البيت يعني ازاي مونتك تطرد من البيت انت تلعتي ست محترمة و تلعتي فعلا بنت اصول و تلعتي تربتي صح و رضيتي ممتك حتى لو هي بتقولك انا مش مرضية او انا زعلانا لا 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 هي مرضية جدا و هي جواها داخلية زعلانا لاني حبيبتي لا قدر الله لو كان حصل العكس و كنت تلعتي زي جوزك ما تفهمش في الاصول حاجة فا اعتقد لا قدر الله كان ممكن حصل لها حاجة او كانت تعبت لانها هي سمعته انت قلت انها وقعت قدامك في الارض طب انت لو كنت رفضت وجودها او كنت تلعي برا يا ماما او يقومي عشان خاطري معلش عشان بيتي ما يتخربش الحركات اللي احنا بنتعمل عشان نحافظ على بيتنا اكيد كانت ماتت منك لا قدر الله فاللي انت عملتي ده يا بنت الناس عند ربنا اكيد اكيد متشال حاجة كويسة جدا وانتي ما ذكرتيس اذا كان عندك اولاد ولا لا فلا شابوه ليكي وانا بحييكي جدا على طريقتك وعلى اسلوبك وعلى اللي انت عملتيه مع والدتك وطبعا عشان الكركبة اللي احنا فيها دي ولان فيه تنده على عيني مش عارفة اتعامل فيها معاكو فخليهم يجوا يشولوا بكلام ده وفاصل ونرجع تاني فاصل ونرجع تاني موسيقى موسيقى مستنية تلفونالكم عشان تقولولي اذا كنت غلطانة ولا لا في رأيي وانا قلت لها ما ترجعيش البيت تاني انا هرجع عيده تاني الحل اللي انا قلته له الحل بتاعي اللي انا هعمله لو مكانها ما ترجعيش البيت تاني ولو هترجعي البيت تاني عشان ما يقولوش انا خربت بيتك وكده يبقى الشرط انه يعتزل والدتك قدام والدته يبقى الاتنين قصاب بعد علشان والدته تعرف انه ما يصحش ان ده يحصل فيها هي شخصيا يا جماعة والله يعني الحموات اللي انا بشوفهم يعني الطبيعي ان هم بقوا صحاب وان المشاكل بتبقى معانا احنا او العكسي يعني ما شفتش في حياتي حد بيهين حد وبيترودوا ده في حياتي ما شفتوش وارب وعمري ما شوفو لانه يبقى الى اكشان يوحش قوي دي المشكلة الاولى انا مستنياكم تشاركوني فيها الرأي برضو لان اكيد انا مش جاه بس في حال المشاكل الحاجة التانية انا هقول المشكلة التانية بس احب ان انتو برضو الناس العرايس هرجع اكد تاني ارجع اكد تاني اهو الناس العرايس قريب باذن الله البرنامج بيقدم هدية الميكب والفورمة الشعر او قصة الشعر بتبقى هدية ما لقيش واحدة بتقولي طب انا محجبة اعمل ايه في الشعر انا سألت السؤال ده انتي محجبة حبابتي تعالي استغليه برضو خليه يعملك حاجات حرقة كده من اللي بتتعمل في الشعر العرايس وتخرج كده بشعرها هيقعد فترة جميل استفادوا استفادوا يا جماعة انا بقول لكم استفادوا يعني ضمروا حياتهم يخدوا منهم مسابقات عادي المشكلة التانية برضو انا هقرها لكم لاني انا باخد سكرينات المشكلة التانية هي مشكلة اهو فيه فيه انا شايفة اني فيه كذا حد بس انا بنقي مشاكل معينة وزي ما قلتلكو اه المشكلة دي انا مش ضد الراجل نهائي بالعكس حوة وبوابتها بتفتح البوابة كده حوة بتلاقيها وبتلاقي النص الاخر جنبيها فلكل قاعدة شواز والشخص انا كلمت عنه ده اكيد من شواز القاعدة المشكلة التانية هي مشكلة يعني غريبة شوية هي بنوت عندها اتناشر سنة هي شايفة نفسها انها كبيرة وان هي حبة اني يبقى ليها اصدقاء ولاد وان ده مرفوض خالص عندهم في البيت وان مامتها رفضة خالص اتناشر سنة دي يا جماعة حد يساعدني ويقولي اتناشر سنة دي يعني اعتقد في اعدادي او يعني هنت بتردوش عليها ليه في اعدادي بمتاعي في اعدادي صح؟ او اقول اعدادي تمام طبعا انا في الاول فوق يعني قلت لا عادي ان يبقى فيه اولاد وبنات اصحاب عادي السن الصغير بس اتفاجئت بقى تحت تحت خالص بقى اللي انا خلاني خدت المسج هي مامتها قالت لها انتي ازاي تطلبي مني طلب زي ده طلب مش اقوله بطريقتها بس الطلب اللي هي ايه بقى؟ هي البنت حبه ان يكون لها يوم فري في الاسبوع يتجيب فيه الولد اللي هو صاحبها اه ويعني انا مش عارف اقولها نسي بس ان هو يبقى البيت عادي زي الاجانب بالظبط احنا ناس مش شرقيين خالص احنا ناس اجانب والمطالب اني ما يبقاش فيه حد في البيت للخصوصية يعني انا انا وقفت شوهي قدام المشكلة فاللي هو عايز اقولك نعم حبيبتي عايزها ازاي للخصوصية اوالاندي ازاي يعني بوزي انا بحس نفسي يعني اتكلم عن نفسي انا حد مش يعني مش 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 ملتزم يعني حد عايش براح يعني براحته بطريقة بس بالوسط بالهدوء يعني زي اي واحدة بتحب تهتم بالشكل مترقعة مثلا مش عارف ايه انما ما تخيلتش اني هوافق بنتي او ابني انه يجو يقولولي يا مام احنا عايزين خصوصية شوية عشان احنا عايزين صحابي يبقى ليهم يوم في البيت او صاحبي او صاحبتي ليه هيوم في البيت لا طبعا ماينفعش حبيبتي ماينفعش ماينفعش خالص ماينفعش اخلاقيا وماينفعش في مجتمعنا وحتى سنك 12 سنة ده انتي حتى برا في اوروبا اللي احنا بكتير مننا بيحب يتعامل زيهم ماينفعش انتي 16 سنة هما بيبتدوا باقي يشوفوا حياتهم انما احنا هنا فما انتي لا نفع برا ولا نفع جوه انتي تبعاتي ايه بقى بعتني رسالة اللي بترجعيني ليه يعني انا مش عارفة اردك ايه طيب ارد عليك اقولك لا انتي تحبتي تروحي بقى تعودي على الكتاب بتاعك وتذكري وعايزة تحطي بقى الروج وميكب يعني ايه مامتك تحاول عشان تحافظ عليك وما تزعليش سيبيها تحط الميكب احسن تروح في حتة تانية خالص والدنيا تبوز مننا لان ده فكر مسصح وده مش عاجبني خالص خالص ومش عارفة ارد عليك اقولك ايه ولا اه غلط 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 ليكي لما تكبري احنا في السن 12 سنة ده او في سن قول اعدادي يعني عارفة ان الافكار بتبقى كلها ماشية في حتة انا عايزة يبقى شاكلي حلو انا ده بيبصلي ودي بتبصلي وده مش عارف ايه لا يا حبيبتي خالص انتي بكرة هتكبري وتبقى انسة جميلة وتبقى ست امر اصلا اني فيه ست وحشة واللي هتعمليه في سن 12 سنة دلوقتي هيعودلك للأسف في حياتك اللي جاية يعني هتبضلي قاعدة كده مع نفسك لو انتي مشيت طريقك صح واتعملتي صح هتبضلي طول عمرك فخورة بي وهيجي وقت تقولي لنفسك فيه يا ريت ارجع ابقى 12 سنة عشان اعيش الايام الحلوة اللي انا عشتها انتي كده خرقتي من جو السن اللي اتأكدت ان هو فعلا قول عددي وخرجة من 5 دقيقية انتي اساسا فكرك ما عرفش انتي ايه اللي وصلك للمرحلة في الفكرة ده او ممكن اكون انا فهمة المضمون من الصح بس هو كلامك هو ده كده وبعدين فكرة صحبي يعني ايه صحبي دي ليه ما يبقاش زميلي في المدرسة انتي في المدرسة ليه ما يبقاش زميلي الصحبي دي جملة مش حلوة خالص حتى لو انتوا عايزين مثلا اللي هو بمعنى اللي هو حبيبي يا جماعة دي ايه مشكلة ما تقولي حبيبي ايه صحبي دي صحبي دي جملة مش لطيفة اما مش حباها تستخدم انتي الصديق صديق والحبيب حبيب والاخ أخ والزوج كل واحد ياخد المسمى بتاعه كده ما تحطوا ليش مسميات مش عاجبيني ما تبعتوا ليش اه احنا هنخش في المشكلة التانية بس انا عايز اقول حاجة اه فكرتني المشكلة دي باول حلقة خالص لما قلت السوشيال ميديا والاهل اه البنت دي كده ما عندهاش للأسف رقيب اه انا طبعا لا يجوز ولا يصح اني انا اقول اسمها طبعا عشان عيبه ما يصحش بس اه جات لي فكرة اني انا ادخل على الاكاونت بتاعها بعد ما اخلص اه بس اه عشان قطينا بتعمليليش بلوك لو بتسمعيني عيب احايزة اخش على الاكاونت بتاعها اقول والدتا يعني شوفي مسج بنتك انا مش بسخن عليك وقاليكو على فكرة خالص يعني دي فكرة ومشالله مش انفزها بصوا على ولادكو بصوا يا جماعة ما بقولكمش رأبوه ما بقولكمش بصوا التليفون انت بتعملي لا ما بقولش ده خالص انا بقولك شوفوا ولادكو بيعملوا ايه شوفوا بيتفرجوا على ايه شوفوا ايه اللي وصل بنت عندها 12 سنة تقولك عايزة خصوصية لصحبي ما حصلتش دي ما شوف دهاش ما شوف دهاش خالص احنا في زمن مش حل احنا في زمن كل حاجة في كرسة om am μ ال شوشال الميديا فعلى وحشه انا انا شخصي انا ساعات بعد اشوف حاجات في صفح انا كتير مشتركه في group وحاجات أنا بحب أتفرج وأشوف الناس علشان أطلع بفكرة جديدة أقدر أنا إيشها معاكم وأقدر أتكلم فيها معاكم أو بصراحة كنت بشوف مشاكل وكنت بشوف حاجات بالديني جدا فكانت أنا طول عمري بحب قوي أشارك رأيي مع الناس كنت شايفة إن دي أقرب وسيلة إن إحنا شوية نصلح من الفساد اللي حاصل أخلاقيا إحنا بلد متقدمة وفيها الحمد لله ابتدت تكبر شوية بشوية ابتدينا لنا إحنا طول عملنا طبعا لنا صوت بس الصوت ابتدى يعلى يعني عايزين بقى نعلى بكل حاجة ما نعلىش ونبقى واقعين في حتة تانية أصلي إنت عشان توقع بلد اضرب شبابها اضربهم اضربهم مش بمعنى اضربهم اضربهم يعني دمرهم عايزت تقضي عليها اقضي على شبابها إيه دي على أطفاء إيه دي على الجيل الصغير اللي هو في المدارس ده إيه دي على فكره تماما أولادنا اللي بيكبره في بيئة مش لطيفة يعني حتة حتة إن يوصل لبنت إن هيبقى عندها 12 سنة وفي صاحب ويلا يا ماما برا عشان صاحبي جاي لا لا يعني أنا معرفش إذا كان في أهل قاعدين ولا لا كلنا بنشتغل وكلنا عندنا أولاد وكلنا متمرمطين مع عيالنا وكلنا متبهدلين في بيوتنا عادي جدا زي أي أمة في الدنيا وشوية بنيديل ماما شوية بنيديل لحماتي شوية بنيديل أختي يعني الدنيا بتمشي بس مش هوصل لمرحلة إن يلا إن ابني يجي يقول لي يا مامي أنا عايز أجيب صاحبتي البيت يلا يا بابا برا أنت وهي ومش بعيدة تسعى لأهلها أقول لهم تعالوا خدوا بنتكم من عندي فبصوا المسج دي حبيبة قلب اللي انت بتعمليه ده غلط وانت أنا عارفة إنك مش هتتقبلي نصيحة بالطريقة دي بس انت لو عايزة تبقي جميلة والناس بتشوفك اه واو إيه الأمر ده اللي انت بتعمليه ده خالص الناس هتشوفك تقول إيه القرف ده والناس هتشوفك تقول لأ مش حلو إنك تكالقوا هتمنع بناتها عنك وصاحبك اللي انت عايزة يبقى معاك النهاردة انت أول حد هيرميه أول ما يستوعب دنيته وأول ما يدرك إنه هو راجل وإنه هو عايز مش يبقى صاحب واحدة بقى هو عايز يرتبط ببنوته علشان تبقى مراته انت أول واحدة هتترمي في سلة المهملات نشوف المشكلة وأعتقد إنه فيه أرقام للتواصل أنا حابة إنه انتوا تتواصلوا معايا وتقولوا لي العرايس أنا عايزة أطلع النهاردة على قلب بعروستين عروستين علشان الميكب أرتست أميرة طعيمة وعشان ماريو اللي اتنين اللي اتنين يا جماعة لازم الحلقة الجاية يكون فيهم واحد هو كده هيكون فيه حد فيهم معي علشان يعرفنا بقى نحط ميكب ازاي علشان ما نروح لهمش بقى لما يبقوا موجودين كده ما نروحش ليهم ونشغلهم كده نستخدمهم لحسابنا أنا أجيلكم هنا علشان نستغلهم علشان هم يقولوا لنا كل حاجة نعملها ازاي فيلا يا جماعة عايزيني دبس أميرة طعيمة وماريو اللي اتنين عايزة مثلا أبصوا أنا أحاول لو انتوا اتصلتوا كده ولقيت أرقام بقى لقيت ناس كتير بتتصل لعله وعسى بقى هم محظوهم أميرة وماريو انتوا حظوكم يا جماعة معي التدبيس هتوصل لفين عمليش دعوة يا جماعة حسب الكمية اللي هتيجي من العرائس أي واحدة من حاوة هتكلمني انت هدية لكي ميكب وهدية لكي شعر وأميرة وماريو اللي اتنين أكيد سمعيني دلوقتي انتوا حظوكم بسرعة تسلو نخش بقى في المشكلة الثالثة لانتوا تستنوني بقى بصوا في مشكلتين واحدة فيها هسيبها للحلقة الجاية للشيخ محمد بإذن الله المشكلة اللي هسيبها للشيخ محمد علشان السيدة اللي كلمتني ما تقولش ان انا نسيت بصي حضرتك انا 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 بقولك ان مش يعني العلاج مش هيبقى بالطريقة اللي انت بتقولي عليها ان هي في حد يكلمني وقال لي ممكن اتواصل مع الشيخ علشان خاطر هو عنده ابنها عنده يحرام هو في الجامعة وعنده مشكلة من المشاكل ان احنا كنا بنتكلم بيها العمل والسحر يعوذ بالله والحاجات اللي كلمنا فيها المرة اللي فاتت فهي طلبت مني ان ابنها يكون موجود معنا وان الشيخ يعالج لا هو ما قالش انا بعالج انتوا فهمتوا الحلقة غلط خالص هو الشيخ قال ان ربنا زي ما ادى اداء ادى معاه الدواء فانا مش برفض وجوده معايا خالص في الحلقة ينورني ويعد والشيخ يعلمه ازاي يقرى عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام اهلا بكي بصي بقى انت اول واحدة وانت هتبقي موجودة وعشان انت اول اتصال اللي في البرنامج ده فانا ان شاء الله انت كده دي يا جماعة خدوا رقمها دي مش هدخلك المسابقة انا هخليك انت سامعيني انا مش هدخلك المسابقة انا هخليك اكسبتي يا حبيبتي الف الف مبروك لبنوتك وان شاء الله تبقى جميلة كده وتعزميني ان شاء الله على الخطوبة والحاجات الحلوه دي ربناي خليك يا رب في رقم واتساب هيظهر على الشاشة الرقم هقوله بالراحة 010-9-22-0-9-0-5 الرقم ده ابعتيني ايوه حضرتك بقى هتتواصلي على الواتساب وتبعتيني ومبروك لبنتك اول متسبقة معانا يلا يا ماريو يلا يا اميرة اجهزوا عشان عندكو عروسة تاني يوم العيد اكمل كلامي وبشكرك طبعا وان شاء الله انا مبسوطة باتصالك طبعا انتي اول حد في المسابقة ودي انا خركتك بقى اللي جاي بقى هيخش المسابقة نرجع بقى لموضوعنا انا بقولك نواريني طبعا بابنك وطبعا فضلت الشيخ بإذن الله الحلقة الجاية بإذن الله بإذن الله يبقى موجود فهتيب ويقعد بس لو انتي في خيالك اللي بيحصل والشعوازة اللي بتحصل في البرامج لا احنا هنعالجه باللي ربنا قال عليه هو هيقعد مع فضلت الشيخ وهو هيتكلم معي عايزها على الهواء انا موافقة وتحت امرك وانا مش هرفض لأي حد اي طلب طالما في امكاني دي اول حاجة انا صوت منكم فبالمناسبة ببقى ان شاء الله المشكلة الخاصة بالسحر والاعمال اللي لقت في بيتها عمل والحاجات اللي تقالت دي ان شاء الله الحلقة الجاية ابعتلي على الواتساب او ابعتوا على الارقام اللي موجودة ابعتولي على الصفحة ان شاء الله ينزلوا اللينك او لو مش موجود ينزلوا من الحلقة الجاية ابعتولي يقولولي انتو انتو حابين نتكلم في ايه او المشاكل اللي عندكم وهنعرضها ان شاء الله في كل حلقة نبقى مع بعض كده فان شاء الله الشيخ يبقى موجود وحضرتك لو حبة ان انت ابنك ييجي تمام او اس انا حبيت ابين لك ان العلاج هيبقى بالقرآن ومش علاج انا مقدرش اقول علاج او لا هو هيجي يتفضل يحكي حكايته وقدام الناس وانا موافقة جدا وده ما فيوش اي غلط واتنوري وانا بعتزر انه مقدرتش اتصل مع حضرتك لان للاسف الشيخ فعلا حصلته ظروف طرقه اه فانا كده هكتفي بان انا الحمد لله وصلت العروسة من المسابقات اه المشكلة الاخيرة اللي هي بتاعت الست اللي حمتها ومامتها اللي اتنين رفضين الفستان الفرح اللي هي وجوزها موافقين عليه معلش يا جماعة اي ام اي اتنين ام ام العريس و ام العروسة اخرجوا برا انتو الاتنين برا حياتهم خالص خليهم مع بعض انتو على دماغنا فهكتفي بكده وخلينا واقفين عند الجزئية دي وهنتكلم فيها الحلقة الجاية باذن الله وهقول لكم باي باي وان شاء الله نستنوني في حلقة يوم الاتنين الجاي الساعة الستة ما تنسوش موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة